بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدي قناة الهدى الالي في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الاهلوية وبيت كل الناس حبدأ مع حضراتكم حلقة النهاردة وانا عارف ان حلقة النهاردة الكلام اللي حقوله في حلقة النهاردة نادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي عايزوا يفكر فيه كويس واللي حقوله النهاردة هو تحليلي الشخصي يعني ايه تحليلي الشخصي يعني إسلام الشاطر أو البيت الكبير مع مجموعة العمل حللنا خلال الفترة اللي فاتت لما أجي أطلع أتكلم مع حضراتكم دايماً بحب أتكلم بعد ما نكون عملنا تحليل كامل للمواضيع كلها والأمور كلها فكلام اللي هقوله لحضراتكم النهاردة بناء على تحليل علمي من بعض أو من كل مجموعة العمل اللي موجودة في البيت الكبير وحنطلع لقوله لحضراتكم على الرغم منه هو ممكن يزعر البعض مني مني أنا تحديداً يعني لكن ما عنديش مشكلة لأنه الحمد لله والشكر لله جمهور النادي الأهلي هو جمهور واعي جداً وبيفهم اللي احنا بنقوله كويس جداً عنوان حلقة النهاردة أحمد زي الحج أحمد أحمد زي الحج أحمد يعني إيه كل هطلبوا من حضراتكم ولو سمحتوا يا شباب هنا عندي في السوشال ميديا من فضلكم حطوا هذا السؤال على السوشال ميديا علشان كل جمهور النادي الأهلي على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام من فضل حضراتكم سؤالي ليكم هل هناك وحسأله لنجومنا أنه حيكونوا معنا النهاردة هل هناك أسماء لاعبين بعينهم محليين في مصر؟ مع احترامي لكل الناس لكل اللاعبين اللي موجودين في مصر وكل اللاعبين اللي اتقال عليهم كلام كتير جداً أن هم رايحين النادي الأهلي أو رايحين النادي الفلاني أو رايحين النادي العلاني كل اللاعبين دول هل هناك حد من هؤلاء اللاعبين حيفرق مع النادي الأهلي؟ بالمناسبة وكل شوية أنا أسف حكرر النقطة دي هذا هو رأيي الشخصي ونصيحة بقولها بعد تحليل عميق جداً وكبير جداً لعدد كبير من الأسماء اللي كانت أو كل الأسماء اللي كانت موجودة على السوشال ميديا تمان خلال الفترة اللي فاتت وارتبط اسمها بالنادي الأهلي فهو ده السؤال قلولي عدد من الأسماء اللي حضراتكم بتقولوه أو اللي بتتقال على السوشال ميديا تفرق مع النادي الأهلي أو يفرق وجودها أو أفضل من اللي موجودين في التيم اللي موجود في النادي الأهلي دلوقتي أنا بتكلم على اللاعبين المحليين عشان كده أنا بدأت كلامي بأ أحمد زي الحج أحمد كل اللاعبين اللي موجودين كلنا كلهم شبه بعض كلهم على مستوى عالي يعني عشان محدش يقولي أنت بتقلل من اللاعبة لا أنا ما بقللش والله خالص لكن أنا بقول أن المستوى العالي ده كل لعبة مصر عندها مستوى عالي أنا قلت أهو علشان محدش ياخد كلامي ويقول أنت بتتكلم على لعبة مصر بشكل لأ كل اللاعبة مستوها عالي وبالتالي المستوى العالي كله واحد شبه بعض أنا عارف أن الكلام ده ممكن يكون صادم للبعض وفي ناس أنا قلت ممكن تزعل مني ما عنديش مشكلة لكن لما حضرتك تقعد تفكر في هذا الكلام وللمرة المليون هذه ليست إدارة النادي الأهلي عندهم في الإدارة أو في إدارة كرة القدم في النادي الأهلي أسطورة كرة القدم كابتن محمود الخطيب أحد نجوم كرة القدم كابتن حسام غالي أحد نجوم كرة القدم الكبار كابتن محسن صالح أحد نجوم كرة القدم الكبار كابتن زكريا ناصف يقدروا يختاروا ويشوفوا اللي هم عايزينه ويختاروا ممكن بكرة تلاقي الإعلان عن 20 صفقة ما عرفش لكن كل اللي أنا بقوله ده تحليل البيت الكبير الشخصي بعيدا عن رؤية النادي الأهلي لأنه الكلام ده أنا قلتوا مبارح ارجعوا لقائمة منتخب مصر لقائمة منتخب مصر والاختيارات اللي ييجي النادي الأهلي لازم يكون من لاعب دولي ويفرق مع اللاعبين اللي موجودين فلو سمحتوا يا شباب حد يرد علي من الإعداد من فضلكو حطوا لنا هذا السؤال مين اللاعبين اللي من وجهة نظر جمهور النادي الأهلي يكونوا موجودين ويفرقوا فنيا مع النادي الأهلي نرجع لقائمة منتخب مصر ونشوف الاختيارات بس مش القائمة القائمة الأولانية ولكن القائمة النهائية هتلاقوا نفس الأسماء تقريبا سبع تمن أسماء من النادي الأهلي وثلاث أربع أسماء من نادي الزمالك وثلاث أربع أسماء من نادي بيرامدز واسم أو اسمين من فيوتشر أو من نادي آخر والباقي كله محترفين هتلاقي الكلام اللي اتقالم بارح هو كلام واقعي وأنا هنا هقوم بدوري الإعلامي اللي هو أنا بنصح ده نصيحة اتخذ بيها اتخذ ما اتخذش بها دي أنا ماليش علاقة نادي الأهلي له أو فيه مسؤولين يقدروا كويس جدا 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 وعندهم رؤية واقعية لكل الأمور ترجمة نانسي قنقر